موسيقى خوفاً من احتمال وقوع هجماتٍ إرهابيةٍ جديدة بريطانيا ترفع مستوى التهديد الأمني في المملكة موسيقى مع اقتراب تحرير الموصل القديمة مقاتلو داعش ينهرون من منطقة إعلان خلافتهم المزعومة موسيقى وفي ميانمار 150 طفلاً يموتون كل يوم واليونيسيف تدعو إلى توصيل المساعدة الإنسانية موسيقى أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين كرام وأهلاً بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من بريطانيا إذ قررت بريطانيا نشر قواتٍ من الجيش لحماية المواقع الحساسة وتجمعات الكبيرة عقب التفجير الانتحاري الذي وقع في مدينة مانشستر وتبناه داعش وأعلنت رئيسة الوزراء تيريزا ماي رفع حالة التأهب الأمني في البلاد إلى الدرجة القصوى ما يعني احتمال وقوع هجماتٍ إرهابيةٍ جديدة مانشستر وقع الضحية لهجوم إرهابي بلا رحمة نعتقد في هذه المرحلة أن الهجوم نفذه رجل واحد نعطي الأولوية لمعرفة ما إذا كان تصرف بمفرده أو ضمن شبكة كما هو الحال يمكنني أن أقول لكم أنه بالإضافة إلى المهاجم توفي 22 شخصاً وأصيب 95 آخرين يتم علاج المصابين في ثمانية مستشفيات مختلفة في جميع أنحاء مانشستر الكبرى كثير منهم يعالجون من حالات تهدد حياتهم إلى ذلك بدرت عن بعض دول العالم ردود أفعال عدة بعد الهجوم الدامي في مدينة مانشستر لبريطانيا التقرير أتى لمشاهدين يرصد أبرز ردود الأفعال الدولية نتابع بعد الهجوم الدامي الذي هز شوارع مانشستر فجر الثلاثاء والذي يعد الأحدث في سلسلة اعتداءات شهدتها بريطانيا في الفترة الأخيرة تضامن العالم مع بريطانيا معربين عن أسافهم وعزائهم لأهال الضحايا ففي ألمانيا عبرت المستشرة الألمانية أنجيلا ميركل عن حزنها وصدمتها إزاء الهجوم أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فقد أعرب عن استعداده لتعزيز مكافحة الإرهاب مع بريطانيا بعد الهجوم الذي وصفه بغير الإنساني مقدماً تعازيه الحارة إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأردن من جهة أخرى ندد بالتفجير الإرهابي البشع بحسب ما عبر به وزير الدولة للشؤون الخارجية محمد المومني وقال بأنه يمثل الوجه الحقيقي للإرهاب والتطرف أما الرئيس الفرنسي الجديد إمانويل ماكرون فقد عبر عن صدمته وحزنه الشديدين من جانبه دان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم واصفاً مرتكبه بمجموعة من الفاشلين الأشرار في التقرير أتالي مشاهدين نتعرف على أبرز الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها المملكة المتحدة هو أسوأ هجوم كما وصفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مايا لكنه ليس الأول من نوعه في تاريخ المملكة المتحدة حيث تعرضت العاصمة البريطانية لندن إلى سلسلة هجمات في تموز يوليو سنة 2005 تبنتها جماعة تتبع إلى تنظيم القاعدة وأسفرت عن قتل 56 شخصاً وجرح 700 آخرين في آيار مايو سنة 2013 أقدم نيجرياني من أصل بريطاني على قتل جندي بسلاح أبيض قرب ثكنة عسكرية في حي وول واتش ولم تتبنى أي جهة مسؤولية هذا الهجوم في كانون الأول ديسمبر سنة 2015 طعن صومالي شخصين بسكين في محطة للمترو شرق العاصمة لندن وجاء الهجوم بعد يومين من أولى الغارات البريطانية على تنظيم داعش في سوريا وتم إلقاء القبض على المهاجم وحكم عليه بالسجن المؤبد في آذار مارس الماضي وقع هجوم إرهابي على جسر واسمنستر بوسط لندن حينها كان المهاجم يقود مركبة ودهس مجموعة من المرة ثم قام بطعن ضابط للشرطة وتأكد بعدها وفات أربعة أشخاص وتبنى الهجوم تنظيم داعش أخر تلك الهجمات وقعت الثلاثاء في مدينة منشستر شمال بريطانيا حيث أسفر انفجار عبوات ناسفة عن قتل 22 شخصا وجرح 59 آخرين وأعلن داعش مسؤوليته عن الهجوم قال رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات جاسم محمود جاسم محمد قال إن هجوم منشستر يختزل جميع الهجمات الإرهابية التي مرت بها بريطانيا ما يتعلق في العمليات التي تعرضت لها بريطانيا كانت عملية أنفاق لندن في 2005 هي أكثر العمليات الدموية لذلك مقفى هذا الحادث اليوم يوم 23 من عام 2017 مايرا هو يختزل جميع الأحداث التي مرت على بريطانيا من عمليات إرهابية العمليات الإرهابية التي نفذت في بريطانيا خلال ما بعد ألفاق لندن لحد الآن هي كانت من تنفيذ ذياب منفردة في الغالب وتستخدم عملية الداس أو الطعام ووسائل غير محظورة لكن الآن المشهد اختلف كون أن المواد المستخدمة هي متفجرات ومفرقعات إضافة إلى أنه عدد الضحايا تعتبر هذه العملية عملية نوعية يقفز بها التنظيم من نوط العمليات ذات شخص واحد ينفذ العملية ذياب منفردة أو مرتبطة بالتنظيم إلى عملية ربما تكون أكثر من الشخص لنشرتنا بقي مشاهدين ولكن لنا عودة بعد فاصلا قصير أحييكم من جديد نقل عن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في حديث نقلته وكالة الأنباء القطرية أن إيران تمثل ثقلا إقليميا وإسلاميا لا يمكن تجاهله وأن بلاده تحتفظ بعلاقات قوية مع واشنطن وطهران في وقت واحد وأوضح في حديثه أن ليس من المصلحة التصعيد مع إيران خاصة أنها قوة كبرى تضمن الاستقرار في المنطقة غير أن الدوحة نفت تلك التصريحات وقالت إن وكالة الأنباء الرسمية تابعة لها تم اختراقها من قبل جهتين مجهولة في الشأن السوري أحكمت قوات السورية الديمقراطية سيطرتها على قرية بير حمد في ريف الرقة الشرقي بعد اشتباكات عنيفة مع أفراد داعش أدت إلى قتل العشرات من مسلحي التنظيم وأكد مصدر في تلك القوات استمرار الاشتباكات في بلدة حمرة ناصر في ذات المحور بعد تحرير القوات لمساحات واسعة منها منذ بداية الأزمة في عام 2011 شهدت البلدان المجاورة لسوريا ضغطا اجتماعيا واقتصاديا متزايدا وبسبب ضيق الموارد في الجهود الرامية إلى تحقيق ذلك والاحتياجات المتزايدة للاجئين والمجتمعات المضيفة الضعيفة تم توقيع اتفاقية بين منظمة الأمم المتحدة وعدد من المنظمات المهتمة باللاجئين مع شركات عالمية لإيجاد فرص عمل في الأردن والبلدان المجاورة بهدف دعم اللاجئين السوريين في بلدان اللجوء والدول المصدفة لهم وبشراكة ما بين منظمة الأمم المتحدة والعديد من المنظمات المهتمة باللاجئين تم توقيع اتفاقية مع شركات عالمية لإيجاد 200 ألف فرصة عمل للاجئين السوريين في الأردن ولأبناء المجتمع المحلي تعاوننا مع عدد من المبادرات لتمكين الشباب والخلق فرص اقتصادية سواء في الشرق الأوسط أو أفريقيا أو في أقالهم أخرى ويساعدنا أن نبدأ شراكة جديدة حول قضية اللاجئين السوريين هذه الخدمات أولا ليست فقط للاجئين ولكن أيضا للرجال والنساء في المجتمعات المضيفة فنحاول أن نجد فرص عمل كماتا لحوالي 200 ألف شخص من لاجئين ومن أردنيين في الأردن فرص عمل في قطاعات شتى مثل القطاعات الانتاجية الزراعة صناعة مثل البناء وأيضا في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم اللاجئون السوريون بدورهم قابلوا قرار توقيع الاتفاقية بنظرة تفاؤلية للمستقبل مفادها أن يكونوا منتجين لا مستهلكين فقط الأمر الذي لا يحسن من أوضاعهم المادية فحسب بل يساعدهم على تحسين نفسياتهم التي أرهقتها أعباء اللجوء هو خبر كتير مفرح صراحة كونه سيوفر فرص كتير وحيخفف عبئ على اللاجئين السوريين الموجودين بالأردن الناس هنا شوي بعد مرحلة لجوء طويلة من 4 إلى 5 سنين صارت مستنزفة ومستهلكة كتير فكتير خبر حلو أنه نسمع أنه صار فيه فرص عمل حيث أنه اللاجئ ينتقل من مرحلة الاستهلاك قرار تأمين فرص العمل هذه لا تقتصر فوائدها على اللاجئين بل تسهم أيضا في تحسين الأوضاع الاقتصادية للدول المستضيفة كنوع من الدعم لتحملها الأعباء الاقتصادية التي طالت جيوب مواطنيها لعل فرص العمل هذه تكون بذرة لمستقبل يكون فيه اللاجئ السوري قادر على المضي قدما في حياته دون الحاجة لمد يده منتظر المعونات فقد قالوا قديما علمني كيف أصطاد خيرا من أن تعطني سمكة لأخبار الآن دانيال معيطة عمان إلى العراق وفي وقت تقترب فيه منطقة الموصل القديمة من يوم تحريرها يواصل داعش التضييق على سكانها المحاصرين والذين يستخدمهم دروعا بشرية في محاولة أخيرة يائسة لتأخير تحرير هذه المنطقة التي أعلن منها التنظيم أعلن منها دولة خلافته المزعومة ماذا يحدث داخل الموصل القديمة وكيف يستغل أفراد داعش سكانها نتابع ذلك مع الزميل حسام الأحبابي تقترب القوات العراقية المشتركة ساعة بعد أخرى من منطقة الموصل القديمة حيث أعلن داعش خلافته المزعومة ولم تبقى سوء أحياء سكانية قليلة تحيط بهذه المنطقة التي يعتبرها داعش مكانا رمزيا لكن كيف يعيش من بقي من أهل المدينة محاصرين في الموصل القديمة وما هي أوضاعهم بينما يستخدمهم مقاتلو التنظيم دروعا بشرية بمواجهة القوات العراقية في هذا الإطار تحدثنا إلى نازحين موصليين وهم للتوي قد تخلصوا من قبضة داعش وخرجوا بأعجوبة من الموصل القديمة حيث يتحصن مقاتلو التنظيم بمحيط جامع النور الكبير محمد عراقي من سكان الموصل القديمة تحدث عن كون هذه المنطقة منكوبة وفيها مئات العائلات المحاصرة في بيوتها وهم يشربون الماء من آبار بدائية ويضيق حصار داعش عليهم يوميا محمد أكد أيضا أن هناك في منطقتين باب الجديد والساعة التابعتين للموصل القديمة أكثر من 150 مسلحا من داعش أما في كل الموصل القديمة والأحياء المجاورة لها فتصل أعدادهم إلى ألف مقاتل مشيرا إلى أنهم يتخفون داخل المنازل وبين السكان في النهار ويعودون إلى الانتشار في الأزقة الضيقة عندما يحل الليل من جهته شدد أحد المثقفين من أهل الموصل وهو خليل الخباز على ضرورة محاربة داعش والإرهاب فكريا وليس عسكريا فقط لأن هذا التنظيم حاول تشويه المفاهيم الإسلامية وجاء بأفكار متطرفة إلى الموصل وسعى من خلالها إلى تخريب التعايش السلمي بين أبناء المدينة بكل أديانهم وطوائفهم وأعراقهم يتم محاربة التنظيم فكريا تصحيح المفاهيم الخاطئة التي داعش قام بتشويه صورتها المفاهيم الإسلامية ومعروفة جدا الرسول عليه الصلاة والسلام قدوتنا ونحن مسلمون ومعنا يعيش المسيحيون والزيديون وبرغم التعب الذي بدأ على العراقي من أهل الموصل أبو علي إلا أنه آثر على نفسه إلا أن يتحدث لأخبار الآن ويؤكد أن الموصلين رفضوا داعش منذ يوم اشتياحه مدينتهم وهم لن يسمحوا بدخوله مرة أخرى بعد أن تخلصوا من إرهابه الذي دام قرابة ثلاث سنوات حتى جاءت القوات العراقية لتحررهم الله جاءنا بالصبر نحتسبنا عندنا الله اللي راحنا راحنا والتعب كلنا نحتسبنا أضغب العالمين والحمد لله بجيتكم تسودني هسنت اليوم اتحرارت منطقتكم اتحرارت الحمد لله أعتقد أنه هالي الموصل راح يسمحون بعودة داعش مرة ثانية اشتحين إن عندنا غير غب شاربة ما يقبل هذا الشيء بعد إذن بات مقاتل داعش محاصرين في المنطقة التي أعلنوا منها دولة خلافتهم المزعومة وأصبحت الموصل التي اعتبروها عاصمتهم الرمزية نقطة انهيار حكمهم الإرهابي بفضل الجهود التي بذلتها القوات العراقية منذ شهر تشرين الأول من العام الماضي الرئيس الإيراني حسن روحاني وبعد أن فاز بدورة رئاسية جديدة عقد مؤتمره الصحفي الأول أكد لأخبار الآن أن بلاده تسعى إلى إيجاد مشتركات مع دول الجوار وأن الوحدة والتكاتف هي أساس كل شيء لأن حدود الدول لا يمكن لها الرحيل التفاصيل مع مراسلتنا في طهران علامة سعود هذا الكرسي الذي كان بانتظار رئيس الجمهورية في إيران لم يفارقه روحاني طويلا فها هو يعود ليجلس عليه بمؤتمره الصحفي الأول واصفا حضور الإيرانيين في الانتخابات التي أعادته رئيسا بالتأريخي وأنهم قد أسمعوا العالم أن وحدة الشعب هي أساس أي ازدهار شعبنا يعرف أن اقتصادنا لا يمكن له الازدهار دون وحدة الشعب واتحاده ويبدو أن الرئيس الإيراني كان متوقعا أن تسأله قناة الآن عن اتهام بلاده بالإرهاب وصفت إيران كونها رأس حربة الإرهاب العالمي وبما أنكم دائما ما لطالما كنتم تؤكدون على تعزيز العلاقات مع كافة دول العالم وكنتم تمثلون صوت الاعتدال في إيران ولازلتم برأيكم ما هي الأليات والصول التي تمكنكم من رفع هذه الصورة عن إيران وتغيير هذه الفكرة بشكل عام أعرف الجميع أن السبيل هو سبيل الوحدة والاتحاد إزال إرهابيين وإيران كانت في طليعة محاربي الإرهاب ولازالت ونحن سنواصل هذا الطريق في هذه الدورة بإسرار أكبر وبمساعدة شعوب المنطقة والدول التي ترغب بمحاربة الإرهاب أما عن علاقة إيران بدول جوالها فلم ينسى روحاني أن لكل بداية خطوة تقدم السعودية بخطوة تمثلت بالسماح لحجاجنا بالتشرف بأداء فريضة الحج هذا العام كانت خطوة مهمة يمكن أن تساهم في حل المشاكل والتعقيدات شيئا فشيئا وقد وعد روحاني ناخبيه بتوفير مليون فرصة عمل وإبرام اتفاقيات اقتصادية جديدة مع الأوروبيين وتطوير قطاع الصحة والسكن من أجل تحسين الحالة المعيشية للفرد الإيراني وبما أن الأيام دول فهل سينجح الرئيس بتحقيق ما وعد هذا ما ستكشف لإيران القادم من الأيام رغم التحديات الجمة يبدأ الرئيس حسن روحاني دورة رئاسية مليئة بالترقب والانتظار فالعيون في الداخل والخارج تتجه نحو أدائه وتتساءل إلى أي ساحل سيرسو بسفينة بلاده التي استلم دفت قيادتها مؤخرا لأخبار الآن علامة سعودي طهران دعت منظمة طفولة اليونسيف في تقرير لها إلى تحسين وصول المساعدات لنحو مليونين ومئتي ألف طفلا متأثر بالعنف في ميانمار وإنهاء الانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الأطفال التفاصيل في تقرير الزميلة ديمان جم مئة وخمسون طفلا تحت سن الخامسة يموتون كل يوم في ميانمار فيما يعاني نحو ثلاثين في المئة من الأطفال هناك من سوء التغذية ويعيش أكثر من نصف الأطفال تحت خط الفقر هذا ما كاشف عنه تقرير لمنظمة اليونسيف دعيا إلى إنهاء الانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الأطفال وتحسين وصول المساعدات الإنسانية لنحو مليونين ومئتي طفل متأسرا بأعمال العنف في البلاد قال التقرير إن الصراع المستمر بدون حل والفقر وتراجع التنمية كلها عوامل تمنع الأطفال في المناطق النائية في ميانمار من الاستفادة من جهود الإصلاح والمصالحة التي تقوم بها الحكومة ذكر التقرير أن التدابير الاجتماعية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة منذ عام 2010 بدأت في تعزيز أنظمة تحسين صحة وتعليم وحماية الأطفال إلا أن معاناة كثير من الأطفال لا تزال مستمرة ويتركز الاهتمام الدولي على ولاية راخين حيث يعيش 120 ألف نازح داخلي بينهم عدد من الروهينغا في مخيمات نتيجة الصراع المجتمعي الذي اندلع في عام 2012 وبحسب التقرير فإن أطفال الروهينغا والأقليات الأخرى وأسرهم في ولاية راخين بحاجة إلى الحماية والمساعدة ويواجه الأطفال صعوبة في الالتحاق بالمدارس إذ تعد الولاية من أفقر المناطق في ميانمار حذرت يونسيف في تقارير لها من ولايات كاشين وشان وكايين النائية مشيرة إلى أن الاشتباكات المتكررة بين جيش ميانمار والمنظمات المسلحة العرقية تدفع السكان إلى مغادرة منازلهم إذ يجد المدنيون أنفسهم معرضين لخطر الفقر وانعدام الجنسية والإتجار بهم مع محدودية فرص الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية وأخيرا يرى التقرير أن استثمار بعض العوائد المالية من النمو الاقتصادي في ميانمار في خدمات تفيد الأطفال والشباب يمكن أن يقود البلاد إلى مستقبل أكثر رخاء واستقرارا مشاهدين في خبر عاجل وردنا قبل قليل مسلحون يحتجزون رهائن في كنيسة في الفلبين وتفاصيل هذه الحادثة مشاهدين سنوافيكم بها حال ورودها إلينا ومشاهدين نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل أخير بن كل الطعام في دبي بهدف مكافحة الجوع والحد من هدر الطعام أحييكم من جديد مشاهدين ونتحول وإياكم إلى مختلاتنا من الصحفة العربية لهذا اليوم تجواننا القصير بين الصحفة العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار الصحية ونبدأه من صحيفة الغد الأردنية التي نقرأ منها خبرا لكل سائقي المركبات نوبات العطس أثناء القيادة تهدد سلامتك حذرت الهيئة الفنية الألمانية لمراقبة الجودة من أن نوبات العطس خلال موسم انتشار حبوب اللقاح قد تشكل خطورة على قائد السيارات نظرا لأنه يتم إغماض العين لمدة ثانية واحدة تقريبا خلال نوبة العطس وهو ما يعني قطع السيارة لمسافة 14 مترا عند السير داخل المدن بدون أن يرى السائق أي شيء من حوله للمدخنين أيضا نصيب من أخبارنا الصحفية لهذا اليوم من صحيفة القدس رئيس هذه الدولة يمنع التدخين وقع رئيس الفلبين رودريغو دوتريتي قرارا تنفيذيا يفرض قيودا عدة على التدخين تشمل منع التدخين في كل الأماكن العامة ويحصر الظاهرة في أماكن محددة وقبل القرار بدعم من معهد الفلبين للتبغ الذي أكد سعيه إلى تحقيق أهداف صحية ونطلع مشاهدين من صحيفة النهار اللبنانية للبيض فوائد مذهلة ربما يعرفها كثير من الأمهات خصوصا البياض أكد أخصائي التحاليل الطبية أن البيض يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين بي المسؤول عن تحويل الطعام لطاقة لدى الأطفال إضافة إلى فوائده في تعزيز قدرات التفكير كما يساعد في تقوية أعصاب الجسم الشرق الأوسط مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم أوميغا ثري تقل أطفال من مرض السكري كشفت دراسة طبية حديثة أن تناول أوميغا ثري في وقت مبكر جدا من عمر الرضيع من خلال لبن الأم يمكن أن يكون بمثابة وقاية من الإصابة بمرض السكري من النوع الأول والسبب الرئيسي في حدوث هذا النوع الأول من السكري هو العامل المناعي ختام مشاهدين من اليوم السابع المصرية مرض الخرف من كبار السن أكثر عرضة لفقدان الشهية كشفت دراسة علمية حديثة أن مرض الخرف يفقد المرضى شهيتهم ويعانون من الإمساك أو مشاكل البلع أو الاكتئاب أو تقرحات الفم أو ألم الأسنان ما يمثل تحديا في كثير من الأحيان للمريض وذويه وغالبا ما يؤثر على العلاقات الأسرية والصحية البدنية والنفسية للطرفين نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها أيضا افتتحت إمارة دبي في الأوينة الأخيرة بنكا للطعام في مسعى للحد من هدر الطعام وتقديم الفأذ منه لمن يحتاجونه وأطلق بنك الإمارات للطعام الشهر الماضي بعد أن وقع مع شركات مع فنادق محلية ومطاعم وأسواق تجارية على أن تقدم للبنك تبرعات منتظمة من المواد الغذائية المتبقية وغير المرغوب فيها وبتلقيه تلك التبرعات يوزعها البنك على جمعيات خيرية محلية في دبي وأنحاء الإمارات تسوس أسنان الأطفال مشكلة يعاني منها تقريبا كل أم وأب كما الطفل لكن يبدو أن حل هذه المشكلة أصبح قريبا اتطور باحثون في المعهد الأمريكي لقاحا جديدا ضد تسوس أسنان الأطفال التفاصيل مع الزميلة عبير عبدالله المقتصى بالملف الصحي من أخبار الآن لا شك أن الأطفال هم الأكثر عرضة لتسوس الأسنان بسبب تناولهم كميات كبيرة من المنتجات التي تحتوي على السكر لذلك حاول الأطباء في المعهد الأمريكي لأبحاث الأسنان تقديم حل لهذه المشكلة وذلك بعد أن فشلت كل محاولات تخفيف آثار المنتجات السكرية خاصة بالنسبة للأطفال والتي أدت إلى تسوس أسنانهم ويعمل الأطباء حاليا على تنفيذ برنامج يهدف إلى استئصال تسوس الأسنان نهائيا في الولايات المتحدة الأمريكية وقد توصل فريق من الباحثين إلى تطوير لقاح مضاد للتسوس يهدف إلى تحدي عمل الجين المسؤول عن التسوس في السكر وأضاف الأطباء أن هناك عوامل أخرى لتسوس الأسنان غير السكريات أولا حصول الطفل على كميات كبيرة من الأطعم التي تحتوي على نسبة عالية من النشويات ثانيا الضعف الصحي العام للطفل ثالثا عدم الحصول على الغذاء المتوازن الذي يحتوي على العناصر الضرورية له والتي تؤدي إلى حدوث نقص في الحديد والكاليسيوم والفسفور وغيرها من العناصر رابعا جهل الأهل بأهمية تعليم الطفل بتنظيف أسنانه بشكل منتظم في خبرنا الأخير أعلن ريال مدريد توصله لاتفاق مع نادي فلامينغو البرازيلي حول صفقة ضم الشاب البرازيلي الواعد بينيسيوس جونيار وذكر ريال في بيانه عبر الإنترنت أنه اتفق مع النادي البرازيلي على شراء عقد اللاعب وبقائه في فريقه الحالي على سبيل الإعارة إلى غاية شهر تموز يوليو من عام 2019 وقبل ختام النشرة مشاهدين إليكم تذكيرا بأهم ما جاء في النشرة قوفا من احتمال وقوع هجمات إرهابية جديدة بريطانيا ترفع مستوى التهديد الأمني في المملكة مع اقتراب تحرير الموصل القديمة مقاتلو داعش ينهرون من منطقة إعلان خلافتهم المزعومة وفي ميانمار 150 طفلا يموتون كل يوم واليونسيف تدعو إلى توصيل المساعدات الإنسانية بهذا إذا مشاهدين نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع أعود وألتقيكم مشاهدين بعد أقل من نصف ساعة في مجاز الأنبى كونوا معنا اشتركوا في القناة